كمان اللي هي البباتش في كمان بقى البرا سنبساتيك البرا سنبساتيك ده اللي مسؤول عن إيه زي ما انتفقنا هو اللي مسؤول عن الرست والديجست هو المسؤول عن الميوز يعمل كونستركشن للبيوبيل دي الرسيبتور اللي مسؤول عنها circle هو اللي بيزود الصلايفا اللي مسؤول عنها مصري بيعمل INF بيزود الWater reichtion بيقلل الحيط اللي مسؤول عنها ال-M2 ال-Heart و-M2 receptor طيب بيعمل إيه contraction للبرونكاي اللي مسؤول عنها ال-M3 بيعمل contraction للبرونكاي اللي مسؤول عنها ال-M3 بيزود GIT motility وبيزود الحركة بتاعت GIT motility اللي مسؤول عنها ال-M3 برضو خلاص بيعمل contraction للبيل بيعمل contraction للبلودر ويعمل يورينيشن مسؤول عنها ال-M3 يبقى ال-Receptors بتاعتنا ال-MAT نقدر نقول فيه عندنا receptor اسمه ال-M1 ده في الأغلب موجود فيه ال-Barytal Cell اللي هي في المعت ال-M1 موجودة في مكان اسمه ال-Barytal Cell وفايدته ايه في ال-Barytal Cell ال-M1 فايدتها إنها بتزود إفراز ال-HCL عندنا كمان ال-M2 ال-M2 ميه اللي موجودة فيه ال-Heart فايدتها ايه ال-M2؟ إنها بتقلل ال-Heart أي حاجة بقى تانية حط ال-M3 وال-M3 مسؤولة عن إيه؟ زي ما اتفقنا مسؤولة عن إنها بتزود الإفرازات ال-M3 بتعمل حاجة اسمها سلد حد يقولي يعني إيه سلد؟ مسؤولة عن إنها بتعمل salivation, lacrimation, urination ودفيكيشن وهكاس في حاجة اسمها paradoxical fear wins there is no escape route or no way to win يعني بيقولك أحيانا لما المريض يعني مش عارف يهرب أو مش عارف إنه هو يحقق مكسب للنسباله ممكن يحصل نوع من أنواع ال-paradoxical fear إنه هو بقوله هو عارف يهرب من الحاجة ولا عارف إنه هو ينتصر فممكن يحصل activation لل-paradoxical fear paradoxical fear ده شيء بيحصل لما يكون المريض مش عارف يهرب من ال-condition ويخايف جدا ومرعوب جدا بيحصل over-activation لل-paradoxical fear ويحصل urination الشخص يعني سوري في اللفظ إنه هو يتبول على نفسه ده بنسميه paradoxical fear مريض عنده إيه عنده 25 سنة ودخل المستشفى وبيعاني من generalized weakness يعني إيه generalized weakness يعني بيعاني من ضعف عاني وبيعاني من إنه هو بسهل جدا بيحصل له فتيج سهل جدا إنه هو بيتعب عنده مشكلة في ال-speaking عنده dropping of eyelid يعني سقوط لجفن العين ده بيسموه بتوزس وكل الأعراض دي بنشوفها كتير وبتزيد جدا جدا لما بيعمل exertion يعني لما بيعمل مجهود هذه الأعراض بتزيد جدا أول ما تلاقي كلمة بتوزس في الكيس يعرف إنه ده عنده سقوط في جفن العين يعرف إنه هنا المريض عنده مرض اسمه الميزينيا جرافز اللي هو إيه الميزينيا جرافز اللي هو عدم القدرة على مسك الأشياء وخلل فيه السكليط الماصل الميزينيا جرافز ده خلل فيه السكليط الماصل خلل فيه ريسبتور في السكليط الماصل اسمه NM ريسبتور الميزينيا جرافز ده بيبقى خلل فيه السكليط الماصل وخلل فيه ريسبتور اسمه الNM ريسبتور وخلل فيه كمية الأسيطاي الكولين اللي ممكن إنها تشتغل على الNM الكولين اللي بيشتغل على ال NM receptor طيب ايه هو الاتيولوجي بتاعه سبب هذا المرض اغلب الكتب بتقول ان الميزينيا جرافز ده واحد من الامراض اللي احنا بنسميها امراض مناعية ان جسم الانسان بيهاجم نفسه ويبتدي جسم الانسان يهاجم النيورو ماسكلر يعني ايه النيورو ماسكلر يهاجم الريسبتورز اللي موجودة في الاسكليت الماصل اللي احنا بنسميها ال NM receptor وبيبقى هذا المرض فيه antibodis خلاص بتكسر الاسيطايل كولين ريسبتور وتقلل كمية الاسيطايل كولين يبقى الميزينيا جرافز متميز جدا هذا المرض انه هو عنده بتوزس يعني ايه بتوزس يعني عنده سقوط في جفن العين وعنده خلل في الاسيطايل كولين ايه هي السيمتومز الاخرى بيبقى عنده اه بروبلم في الووكينج اه صعوبة في الماش ممكن يبقى عنده شلل في وشو فاشيال براليسز عنده مشكلة في البريثينج عنده كمان مشكلة في السوالوينج عنده مشكلة في التنفس يعني ومشكلة في البلع وميلي بيبقى فيه اللي احنا سميناها بتوزس سقوط في جفن العين وزي ما اتفقنا ان هذا المرض هو خلل في الان ام ريسابتور وخلل فيه كمية الاسيطايل الكولين اللي موجودة عنده الديابنوزيس بنتأكد ازاي بنتأكد عن طريق وجود الاجسام المناعية خلاص ده من اللي بنتأكد منه وبنتأكد كمان عن طريق ان احنا بندي دواء اسمه الادروفونيوم لو الديت الادروفونيوم والمريض اتحسن يبقى هو عنده مايزينيا جرافز الديت الادروفونيوم والمريض ما تحسنش يبقى هو ما عندهوش مايزينيا جرافز وبالتالي من الحاجات اللي بتستخدم دواء اسمه الادروفونيوم وده يتميز بانه هو short deuration طيب ايه هي العلاجات بتاعة الميزينيا جرافز على رأسها النيوستجمين علاجات الميزينيا جرافز على رأسها النيوستجمين مشهور جدا فيه كمان البيريدوستجمين والأمبينونيوم ودي أدوية بتشتغل ريفيرسابل يعني ايه ريفيرسابل بتمنع ان الأسيطايل كولين يتكسر والأدوية دي ما اللي بتعمل ايه بتعلي الأسيطايل كولين في الجسم بس خب بالك بقى من مشكلة ان الأسيطايل كولين لما هيعلى في الجسم هل الأسيطايل كولين هيعلى فيشتغل على الاسكليتا الماصل بس لا ده بيعلى وبيشتغل على الاسكليتا الماصل وبيشتغل في كل الجسم الأسيطايل كولين يبتدي يعمل أعراض زي salivation ولا كلمش وبالتالي في علاج الميزينيا جرافز بنيدي الأدوية دي واحد منهم وبنيدي معاه أتروبين طب ليه بيده أتروبين عشان يقفل بتاعة الأسيطايل كولين احنا بنعل الأسيطايل كولين وعايزينه يشتغل فقط لغير على الNM receptor فهو ممكن يشتغل على الماصل يروح يشتغل على الماصل حلها ايه حلها ان انت تدي الأتروبين الأتروبين is a is mascarinic blocker ويقدر ان هو يعمل block للمascarinic side effect of neostegemeine وبالتالي الميزين يا جرافز انا شايف انها وانت بتذاكر تبقى عارف ان ده خلل فيه الأسيطايل كولين خلل فيه الNM receptor ابقى مذاكر وعارف وفاهم كويس جدا ان ده واحد من الأمراض المناعية وعلاجه Neostegemeine Byreidostegemeine Ambinonium ومش لوحده بناخد معاه الأتروبين والغرض من الأتروبين تو block المascarinic side effect تو block المascarinic side effect طيب ايه العلاجات التانية المتوفرة العلاجات التانية المتوفرة ان احنا ممكن ناخد حاجات تضعف المناعة زي الكورتزونات بقى زي البردنيزولون ده كورتزون زي الازا سايوبرين ده اميونو سابريسنت زي ثايمو اكتومي ان انت تشيل الغدة التايموسية لان الغدة التايموسية هي دي المسؤولة عن المناعة او تعمل تغيير للدم بلازمة اكسي تشينج عشان تشيل تماما الانتيباضيز الكتيرة اللي موجود النيوستيجنين من الأدوية المشهورة جدا في علاج الميزينيا جرافز هل بيستخدم لوحده؟ لا ده النيوستيجمين بيستخدم مع الأطروبين طيب ايه عيوبه؟ النيوستيجمين ممكن يعلل أسيطايل كولين في الجسم فعيوبه ايه؟ قالك والله ممكن يعمل لانه بيعلي الأسيطايل كولين الأسيطايل كولين لما بيعلى في الجسم ممكن يعمل يعمل لعاب يعمل نوع من أنواع التشنجات وممكن يعمل كمان جي اي تي كرامس أو باول كرامس يعمل مغس أو تقلصات في الجي اي تي وممكن كمان يعمل برادي كارديا يعني إيه برادي كارديا إنه هو يقلل ضربات القلب بشكل كبير يعمل برادي كارديا دي كلها عيوب للنيو إيه للنيو استجميل يبقى وأنا بذاكر لازم أبقى حاطط في دماغي كل هذا الكلام لأنه كلام مهم جدا ومعبر جدا يبقى أنا خدت كيس اسمها إيه اسمها الميزينيا جرافز وأخدت كيس اسمها الرينود وأخدت كمان البيبي إتش فيه بقى كيس كمان هنا دي جميلة جدا كيس بنتكلم على إن المريض عنده نوكتيورنال انيوريسيس يعني إيه بقى نوكتيورنال انيوريسيس عنده تبول لا إراضي هنا عنده تبول كتير يعني إيه تبول كتير خش الحمام يتبول ولكن مشكلته إنه هو تبول لا إراضي إنه هو نايم يعمل سوري في اللفظ بيبيع على نفسه خلاص ودي بنشوفها بشكل كبير كاتبلك إن مستر كاذا عنده 75 سنة وبيعاني من يورين فريقونسي وصادن أرجي تو يورينيت ونوكتيورنال سري تايمز يعني بيخش الحمام بالليل كتير ودبعا هزي الأعراض بتدايق وهيز فيزيكال إجزاميناشن هير فيزيكال إجزاميناشن آسف دي واحدة ست هير فيزيكال إجزاميناشن نورمل she has had these symptoms لمدة سبع سنين خلاص ولكن يعني كل الأعراض بتاعتها بتزيد معها السن وميلي هي عندها بدويتنج يعني إيه بدويتنج يعني سوري في اللفظ بتبل السرير فاخد بالي من هنا إن هي عندها بدويتنج عندها نوكتونال انيوريسيز عندها تباول لها إراضي ودي نتيجة إن الكيس فيها نوكتونال سري تايمز يبقى ممكن دي تبقى مهمة جدا في بعض الناس بتلغبط بين الكيس دي والبي بي اتش البي بي اتش يا جماعة ده بيبقى فراجل طبعا البي بي اتش ده تضخم في البرستاتا والبي بي اتش لو أنت فاكر كان فيه urgency وكان فيه نوع من أنواع fullness وكان فيه نوع من أنواع الهيستنسي فيه urgency ولكن فيه وفيه frequency وفيه incontinence ولكن هنا ميلي في الكيس فيه nocturnal three times فيه bed waiting زي ما اتفقنا اللي هو سلس بولي أو تباول لا إراضي بشكل كبير جدا هنا الكصة بتتكلم إن أنا عندي receptor اسمه M3 M3 ده موجود في البلادر بيعمل urination بشكل عنيف فأنا عايزة تحكم في الكلام ده بقى هتحكم في الكلام ده إزاي بيده حاجة اسمها M3 blocker بيده حاجة اسمها M3 blocker بتعمل urinal retention يبقى هنا الكيس هنقول إن هي urinal incontinence سلس بولي أو bed waiting أو nocturnal enuresis خلاص وده more common في الفيميل زين الميل يبقى هنا في الأغلب هتبقى واحدة ست هجيب لك هنا كيس بواحدة ست لكن الBBH اللي هو تضخم البورستاتا والهيستنسي والأرجنسي والكلام اللي احنا قلناه ده كان في الرابي يبقى في الأغلب هنا هجيب لك واحدة ست كمان الحاجات الريسك فاكتورز اللي بتزود الكلام ده الأوبزيتي لو انسيت تطخينة وشرب السجاير ده ممكن برضو يؤدي بشكل كبير جدا إن يحصل urinal incontinence سلس بولي ويحصل عدم تحكم في البول بشكل كبير ده بيحصل في الفيميل أكتر خلاص ممكن تكون أسبابه إيه ليرinal incontinence ممكن تبقى أسبابه زي ما مكتوبة هنا في pressure against the urine flow ممكن يكون من أحد أسباب الثلس البولي البرignancy الحمل أو البرignancy أو child birth ممكن يكون الأوبزيتي ممكن يكون لقدر الله فيه تورمات لقدر الله فيه urine stones حصوات امساك وممكن يكون سببه infections سببه infections زي يكون في UTI أو يكون في التهاب في البلدر وممكن يكون من أسباب urine incontinence ممكن تكون أمراض neurological أمراض عصبية زي multiple sclerosis اللي هو بيبقى فيه شلل في معظم عنحاء الجسم والstroke اللي هي السكتات الدماغية والشلل الرعاش دي كلها من أسباب urine incontinence بما فيهم الباركنسون اللي هو الباركنسون اللي هو الشلل الرعاش فيه كمان حاجة اسمها functional inuresis اللي هو التباول لا إراضي التباول لا إراضي ده ممكن يبقى إيه احنا قلنا فيه nocturnal تباول لا إراضي لي لكن هنا احنا بنتكلم على إيه بقى هنا احنا بنتكلم على تباول لا إراضي functional يعني ممكن يكون كمان تباول لا إراضي خلال اليوم كله ده بيحصل repeated involunt reviding يعني بشكل لا إراضي بيحصل نزول البول يعني مش محتاجين أكتر من كده إن احنا نبقى عارفين إن هو repeated involunt reviding يعني اليورين بينزل بشكل لوحد وكده ما بتقدرش إن انت تتحكم فيه خلاص الفunctional eneuresis لو بيحصل بالليل بنسميه nocturnal eneuresis اللي هو ليل وده بيسموه bid waiting لإنه بيحصل بالليل لو بيحصل بالنهار ده بيسموه diurnal يعني بيحصل بالنهار أو بيحصل day time يعني بيحصل فيه الصباح يبقى فيه nocturnal eneuresis وفيه diurnal eneuresis nocturnal يعني ليلي diurnal يعني بالصباح أو day time فيه كمان يعني يعني من الحاجات اللي بيعملوها كعلاج انه هما بيعملوا حاجة اسمها belvic floor kigel muscle training بيحاولوا انه هما يدربوا المصل بتاعة اليون بلودر انها تتحكم فيه البول بشكل كويس وانها تستوعب البول بشكل كويس وان الشخص ما يحصلش تبول لا إراضي كده سواء بقى صباحا أو ليلا ده بيسموه muscle training زي الانشطة اللي انت شايفها دي اللي هما بيسموها kigel muscle training زي ما انت شايف طيب ايه هي العلاجات العلاجات اللي ممكن احنا نستخدمها لازم بقى نعرف ايه العلاجات بقى kigel muscle training ده ده ما كانش علاج ده كان نوع من انواع training طيب ايه الادوية اللي ممكن تستخدم قالك والله في الاغلب ادوية بتقفل الام سري لان الام سري هو اللي بيعمل فبناخد ادوية اسمها الانتي klinergic وممكن ناخد بعض الاسماء وبياخد الاستروجين ده طبعا السيدات بيحافظ على ان الحتة دي اللي هي عند الواجينة ما تبقاش dry خلاص بيدو استروجين وممكن يدو كمان الانتي diuretic هورمون يدو الانتي diuretic هورمون يبقى لازم احفظ الالاجات بتاعتي اهمهم طبعا الانتي koolinergic والاستروجين والانتي diuretic هورمون خلاص وزي ما اتفقنا الامس ري هي اللي بتعمل يورينيشن فانا حقفل الكلام ده ازاي الامس ري اللي موجودة وتعمل يورينيشن حقفله ان انا اخد انتي koolinergic ايه هي الادوية اللي موجودة انتي koolinergic في الماركت ها ممكن بقى نحفظ الاسماء دي الاكسي بيوتينين ده اقدم واحد first fd approved for treating the overactive blooder اللي هو المثانة الناشطة او عدم التحكم في البول وده بيشتغل اذا انتي mascarinic receptor بيقفل الامس ري receptor بشكل كبير بيقفل الامس ري receptor ويعمل امس ري بلاكينج بيعمل بلاكينج للماسcarinic receptor في البلادر خلاص ولازم اكتب كت ان هو بيشتغل m3 blocker في البلادر دايما وانت بتكتب الدواء بتكتب هو بيشتغل على انه receptor وبيشتغل agonist ولا antagonist وبيشتغل في انه مكان فالدواء ده m3 blocker على البلادر خلاص اللي هو الاكسي بيوتينين طيب ايه هي العيوب بتاعة الاكسي بيوتينين الاكسي بيوتينين بيفل الماسcarinic بواجه نعم فممكن عيوبه انه هو يعمل dry eyes دي نذكرها بيعمل dry mouth اوكي ممكن كمان يعمل constipation خلاص ممكن يعمل dry mouth dry eye يعمل constipation وممكن نقول كمان انه هو بيعمل midriasis بيوسع حظقة العين لانه هيقفل m3 هيقفل m3 الموجودة في circle muscle فممكن ايه نقول انه يعمل midriasis الاكسي ده هو الاكسي بيوتينين خلاص طيب ايه هي contra indication يعني امتى ما يتخدش الدواء ده ما يتخدش احنا انتفقنا هو بيعمل midriasis ومدام هو بيعمل midriasis فما يتخدش للناس اللي بيعمل عندهم glukoma المدريasis contra indicated في glukoma اللي هي زيادة ضغط العين و contra indicated في pbh في الناس اللي عندهم enlarged بروستات لانه هو already بيعمل يبقى contra indicated في الناس اللي عندهم pbh في ادوية بقى جديدة ظهرت غير الاكسي بيوتينين نحفظهم اللي هو تروزوبيم والداري فينسين دول ما بيعملوش مشاكل دماغية فممكن ان انت تديهم للناس الكبيرة خلاص ممكن نستخدم التروزوبيم ونستخدم الداري فينسين تروزوبيم والداري فينسين بيعملوش مشاكل دماغية للاطفال اللي اقل من سبع سنين ممكن نعمل non-pharmacological treatment above seven years of non-pharmacological treatment non-pharmacological treatment is ineffective ساعتها ممكن يدو الانتي diuretic hormone يدو anti diuretic hormone وده يعتبر للاطفال اللي فوق السبع سنين لو non-pharmacological treatment ما جابش نتيج ازر pharmacological classes ممكن تستخدم يبقى احنا ممكن في او في او في السلسل بولي ان احنا نستخدم زي ما اتفقنا مع بعض استخدمنا M3 blocker زي الاكسيبيوتينين والداري في ناسين وتروزوبيم ممكن كمان اكتشفوا ان في ريسابتور اسمه البيتا 3 ريسابتور اسمه البيتا 3 وده بيعمل يورن ريتنشن البيتا 3 بيعمل يورن ايه ريتنشن يعني بيهادي موضوع التبول فعمل دو اسمه بيتا 3 اجونست عمل دو اسمه بيتا 3 اجونست وده واحد من الادوية اللي بنسميها الميرا بجرون الميرا بجرون بيستخدم فيه القصة دي بشكل كبير جدا خلاص وهو افكتف زي الانتي مسكرينيك ولكن السايد افكتس بتاعته مختلف هو يعني مكتوب في الكتب ان الميرا بجرون ممكن يكون من عيوبه انه هو ممكن يعلي الضغط شواء الميرا بجرون ده بيتا 3 اجونست خلاص يعمل ايه عيوبه يعمل هايبر تيش ده مهم جدا برضو فيه الامتحان وهيستخدم ايضا في ميرا بجرون ده مهم جدا يعني هي تعتبر واحدة من المحاضرات الجميلة اللي احنا اتكلمنا فيها على الكيس دي لازم تتذكر كويس جدا يا جماعة وتبقى مفهومة بشكل كبير واتمنى ان كل شيء يبقى واضح واتمنى ان كل حاجة تبقى زي الفن شوفكم دايما على خير وكل التوفيق والنجاح لكم ولحياتكم المستقبلين